وفي جلسة حصلت ما بين زيزو ورئيس نادي الزمالك كابتن حسين اللبيب وكان حاضر أيضا والد زيزو كلموا على العروض الخارجية اللي وصلت لزيزو نادي نيوم السعودي وأيضا نادي العربي الكاتري والعرضين يعني ما تخطوش الخمسة مليون دولار الزمالك طلب من زيزو والده أنه 8 مليون دولار ممكن نوافق على رحيلك إلى أي من العروض أقل من كده هتكمل معنا طيب لو زيزو كمل مع الزمالك فالزمالك عارض على زيزو ما يزيد قليلا عن 25 مليون جنيه في الموسم 25 مليون جنيه في الموسم بدعم من كثير من رجال الأعمال الزمالكوية عشان اللاعب يمدد عقده عشان لو ما مددش عقده فمن حق زيزو اللي ينتهي عقده بنهاية الموسم اللي جاي أنه يوقع لأي نادي في يناير القادم فور فري ببلاش فالزمالك لو ما بعش زيزو في الصيف هيعمل مجهود ضخم وكبير جدا أنه يجدد لزيزو بدري بدري قلت لكم برضو من كام يوم أن زيزو طالب ما يقرب من مليون دولار أو بالمصر يعني بما أننا بيننا وبن بعضينا يعني فطالب 50 مليون جنيه في الموسم ده فيما يخص زيزو ترجمة نانسي قنقر